اشتركوا في القناة رئيس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر أن ما يجرف الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم يمثل تحولا استراتيجيا في العلاقة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال ودعت العرب والمسلمين جميعا إلى إسناد المقاومة الفلسطينية وحماية ظهرها بكل الوسائل واعتبر رئيس جمعية العلماء المسلمين الدكتور عبد الرازق قصوم أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية فجر اليوم السبت هو جزء من العدل تجاه الضحايا والشهداء من الفلسطينيين الذين سقطوا بإعاز من المستوطنين وبرصاص جنود الاحتلال وقال قصوم على الأمة أن تكون في مستوى هذه العملية حتى تكون خلف الفلسطينيين فالمطلوب حماية ظهورهم بكل الوسائل الممكنة وهذا أقل ما يجب أن تقوم به الأمة وأضف أعتقد أن الخوف يزداد لدى العدو اليوم فبعدما كان الفلسطينيون في موقع الدفاع فإنهم اليوم في موقع المبادرة لرد حقوقهم وفي المغرب أكد عزيز هاناوي القيادية في مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية بين المقاومة والاحتلال هو يوم من أيام الله ودع الشعوب العربية في مختلف البلاد العربية إلى الاحتجاج في كل العواصم دعما للشعب الفلسطيني في مواجهة الإجرام الصهيونية وأضف بعد 17 سنة من الحصار هم شباب غزة وكلهم تقريبا من جيل أسلو يصنعون التاريخ بعد 30 سنة من أسلو هذا الجيل هو الذي يصنع هذه المشاهد وهي رسالة للجميع بأن الانتصار للحق يظل هو الأساس وأكد أن ما تطرحه المقاومة اليوم هو التقاط هذا الانتصار والزهاب به بعيدا نحو تحرير فلسطين تحرير فلسطين شعبيا ودعم المقاومة على المستوى الشعبي أما على المستوى الرسمي فالمطلوب من العواصم العربية التوبة من التطبيع والعودة إلى الشعوب إسرائيل تنهار اليوم فأي إسرائيل تدعم الإمارات أو المغرب هذه رسالة إلى الموقف الرسمي المغربي الذي بحث لنفسه عن قوة إسرائيلية في الصحراء غزة تقول له أنت مخطئ قوتك في نفسك وحضن شعبك وليست لدى جيش احتلال ينهار وفق تعبيره ودعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إلى وقفة أمام البرلمان مساء اليوم السبتة دعما لطوفان الأقصى وقالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في بيان لها بفضل الله وبعزم المقاومين وصمود المرابطات والمرابطين تتحقق اليوم ملحمة لا شك أنها محطة نوعية ومنعطف نحو تحرير فلسطين وفي لبنان بارك حزب الله للشعب الفلسطيني المقاوم ومجاهد الفصائل الفلسطينية وبالأخص كتائب القصام وحركة المقاومة الإسلامية حماسة وما وصفه بالعملية البطولية الواسعة النطاق والمكللة بالظفر والتأييد الإلهي والوعد بالنصر النهائي الشامل وفي بيان اليوم السبت قال حزب الله أن هذه العملية المظفرة هي رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات وتأكيد جديد على أن إرادة الشعب الفلسطيني وبندقية المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة العدوان والاحتلال ورسالة إلى العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بأسره وخاصة أولئك الساعين إلى التطبيع مع هذا العدو أن قضية فلسطين قاضية حية لا تموت حتى النصر والتحرير ودعى حزب الله شعوب أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في العالم كله إلى إعلان التأييد والدعم للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة التي تؤكد وحدتها الميدانية بالدم والقول والفعل وأكد الحزب في بيانه أن قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان تواكب التطورات الهمة على الساحة الفلسطينية عن كثب وتتبع الأوضاع الميدانية باهتمام بالغ وهي على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل وفي الخارج وتجري معها تقييما متواصلا للأحداث وسير العمليات ولذا ندع حكومة العدو الصهيوني إلى قراءة العبر والدروس الهمة التي كرستها المقاومة الفلسطينية في الميدان وساحات المواجهة والقتال وفق البيان وفي بغداد بارك الحزب الإسلامي العراقي انطلاق عملية طفان الأقصى ووصفها بطفان البطولة واسترداد الحقوق وأكد الحزب في بيان له نشره على صفحته الرسمية أن القضية الفلسطينية باقية ولن تموت حتى تحقيق أهداف التحرير التام ووصف الحزب العملية بأنها طفان البطولة واسترداد الحقوق مؤكدا أن ما يجري الآن يظهر بوضوح مدى هشاشة نظام المحتل الصهيوني الغاصب وضعفها وطلب الحزب كافة الدول العربية والإسلامية بتأييد ومسالدة هذه العملية المباركة وإنهاء خطوات التطبيع البائسة التي لم تعود إلا بالخيبة والقصران على أصحابها وفي الكويت أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيان نصرة لعملية طفان الأقصى ووصفته بأنه يوم من أيام الله المشكودة التي أدخلت الفرح في قلوب الملايين من المسلمين والعرب وأحرار العالم الذين يرفضون الطغيان والعربدة الصهيونية إزاء المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية وإزاء الأبرياء من الفلسطينيين وفجر اليوم السبت أعلن كتائب القصام عن بدء عملية عسكرية من غزة ضد إسرائيل باسم طوفان الأقصى قالت إنها استهدفت بضربة أولى مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدوة وفي الصياق ذاته قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قصف المقاومة لمطارات في جنوب دولة الاحتلال عطل طلعات الطيران الحربية وأحدث خللا في منظومة الاستجابة وظهرت تسجيلات النقل طائرات حربية من مواقع وقواعد جوية في جنوب دولة الاحتلال قيل إنها من منطقة النقب المحتلة بعد تعطل أحد المطارات الذي كانت ترابط فيها وتحدثت تقارير إسرائيلية عن ضعف الاستجابة فعليا على عمليات المقاومة المستمرة خاصة في قطاع الرد الجوي الذي عادة لا يتأخر في مثل هذه الظروف الأمر الذي عازته هي أرتس إلى خلل أحدثه الهجوم المباغت للمقاومة صدمة في دولة الاحتلال وأصيبت جميع الأوساط السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال بصدمة كبيرة من الهجوم المفاجئ الذي شنته المقاومة الفلسطينية فجر السبت في قلب مستوطنات غلاف غزة حيث تسلل عشرات المقاومين إليها في نفس الوقت الذي وقع فيه هجوم صاروخي من قطاع غزة ما شكل مفاجأة كبيرة فيما توغل المقاومون باتجاه البحر في بداية الضربة كما أنهم توغلوا في مستوطنات الغلاف برا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر دوي اشتباكات في هذه المناطق وعمليات اقتحام للحدود من بينها انزال لعناصر تتبع من فصائل الفلسطينية وقبل ساعات أكد القائد العام لكتائب القصام محمد الضيف بدء عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلية واستهدفت في الضربة الأولى المطارات والمواقع العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلية وقال الضيف في كلمة متلفزة قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية للاعتداءات على المسجد الأقصى مؤكدا أن المرحلة الأولى شهدت إطلاق خمسة آلاف قضيفة وساروخ باتجاه مواقع ومستوطنات الاحتلال وشدد الضيف على أنه آل الأوان لأن تحدد كل القوى العربية والإسلامية لتنسي الاحتلال داعيا إلى مشاركة كل الجبهات في الانخراط والالتحام في المعاركة ضد الاحتلال وتابع من لديه بندقية فعلية أن يشارك الآن ومن لم يستطع المشاركة في طفان الأقصى بشكل مباشر فليشارك بالتضامن وتابع الضيف بأن الاحتلال ارتكب مئات المجازر بحق المدنيين واليوم يتفجر غضب الأقصى وغضب أمتنا ومجاهدين الأبرار وهذا يومكم لتفهموا العدو أنه قد انتهى زمنه وأكد أنه بدءا من اليوم ينتهي التنصيق الأمني وكل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها وشدد الضيف على أن قيادة القصام قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال وانتهى الوقت الذي يعربت فيه دون محاسب وقال ابدأوا بالزحف الآن نحو فلسطين ولا تجعلوا حدودا ولا أنظمة ولا قيودا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى ووجه رسالته إلى المقدسيين وأهالي الداخل المحتل وقال أهلنا في القدس اطردوا المحتلين واهدموا الجدران ويا أهلنا في الداخل والنقب والجليل والمثلث أشعلوا الأرض لهيبا تحت أقدام المحتلين هذا وتواصل المقاومة الفلسطينية المسلحة في غزة إطلاق رشاقات صاروخية باتجاه المستوطنات المحازية للقطاع ومدن عمق الاحتلال الإسرائيلية ما خلف ضمارا في كل من تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وغيرها من المناطق وأظهرت مقاطع فيديو متداول اشتعال النيران بمبنى في مدينة عسقلان كما أنه أصيب عدد من المباني الأخرى جراء صواريخ المقاومة وأعلنت إزاعة جيش الاحتلال عن تفعيل صفارات الإنزار في غوجدان بمدينة تل أبيب مشيرة إلى إصابة أحد المباني بصواريخ المقاومة من قطاع غزة وتداول ناشطون مشاهد مصورة توثق تصاعد أعمدة الدخان من أحد المباني في المدينة وأعلنت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن مقتل مستوطنة في تل أبيب نتيجة سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة واصط حديث الاحتلال عن عدم قدرته على إحصاء أعداد القتل جراء العملية العسكرية التي أطلقتها المقاومة وكشفت مصادر عبرية عن تضرر مباني في بئر السبع جراء قصف المقاومة فيما أظهرت مشاهد متداولة تصاعد الدخان وألسنة اللهاب في إحدى مناطق المدينة ودوت صفارات الإنزار في مدينة القدس المحتلة يأتي ذلك مع أعلان المقاومة الفلسطينية عن بدء عملية طفان الأقصى بأكثر من خمسة آلاف صاروخ وقزيفة باتجاه المستوطنات والمدن الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلية